هلأكل يا اخوانا ده شهوة ده شهوة وسبحانك الله انه عمل لنا هذه الشهوة وقال لك اننا موتنا ما كانش حد كده خلاه احب الأكل فاحنا حناخد سعرات حليق ليلة جدا في النظام الجديد بحياتنا اللي هو بعد الحلقة دي ما بين 1000 ال 1500 حسب شغلك قد ايه طب تقول ليه ايه علاقة شغلي بالأكل شغلك اللي بتطلع فيه الطاقة السعرات اللي خدتها هنطلح يوم تحافظ على وزنك كويس جدا جدا تقول لي طب كويس هو اللي حاكله حياتلع طاقة اقول لك من غير ما تتحرك وانت قاعد في السرير كل متر مربع من سطح جسمك بيفقد 40 سعر حراري وانت مرتاح وانت مرتاح اسمه ايه معدل الاحتراق معدل الاحتراق تعال احنا دلوقتي في عز البرد خلاص وانت فأفأ وماش في الشارع بردان جدا ومعزون في محاضرة مدعوء الى محاضرة تخش المدرج تقول ليه دفن معنى فيش تكيف خالص مدرج دفن تقول ليه دفن ايه طبعا هتسأل اي واحد يقول لك عشان نفس هذا تخريف هذا تخريف نفس ايه كل متر مسطح من جسمك بيطلع 40 سعر حراري في الساعة تقول لي طب وانا مسطح جسمي قديه الانسان الطبيعي بين واحد وسبع من عشرة واثنين واثنين من عشرة مساحة سطح جسمي حنقول المتوسط اتنين متر انا مساحة سطح جسمي اتنين متر بطلع 80 سعر حراري في الساعة من غير ما اعمل حاجة خالص كل واحد قاعد في المدرج المدرج فيه 500 واحد كل واحد زي الدفاية كل واحد قاعد زي الدفاية بيطلع سعرات حرارية من جلده من غير ما اتحرك وهو قاعد كده قاعدين بقول لهم ساعتين تخيل كل واحد 80 سعر حراريras فخمسمية واحد احسب كاك ده انت بقى تفرق المدرج بشendar مش حكاية نفس حكاية ان كل انسان بيطلع سعرات حرارية من جسمه عشان ايه وإلا ربنا كنا زي منا كلنا بقينا فيلة لو ما فيهاش الظاهرة دي احنا بنطلع سعرات حرارية أربعين سعر حراري في الساعة من كل متر مسطح الانسان الطبيعي تين متر يبقى انت بتطلع كل ساعة تمانين متر ده متى ده وانت مرتاح ومان لو تحركت بعد الفاصل